موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الله عز وجل كثير لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن هذه النعم العظيمة التي لا يكاد أحدنا أن يستشعرها إلا إذا فقدها نعمتان الصحة والفراغ والتي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فأما الصحة فهذه النعمة لا يمكن أن تعوضها بثمن أو تشتريها بمال الدنيا لو جمعت كل أموال الدنيا فإنك لا تستطيع أن تشتري دقيقة فقدتها من صحتك وهذا الأمر هو يسير على جميع النعم لكن الصحة الإنسان لا يستشعر بهذه النعمة إلا في أيام مرضه ولذلك الماء الذي تحتاجه في وقتك في يومك كم مرة في اليوم تشرب الماء خصوصا وأنت الآن صائم كم تشتهي الماء تشتهي الماء دون سائر النعم من الأكل والشرب لكن هذا الماء الذي تشتهيه وتشتهيه نفسك حينما تمر فإنك لا تشتهيه بعد حينما تشربه تراه مرة وحينها ستشعر بهذه النعمة العظيمة التي فقدتها ولذلك كم من الناس يدعي أين نعم الله وفلان صاحب مال وجاه وأنا لا أملك من الدنيا إلا الشيء القليل وتحسد فلانا على أنه صاحب مال مع العلم كم من أصحاب الأموال مبتلى بمرض أو من هذا القبيل ولا يستطيع أن يداوي نفسه بما يملك من أموال الدنيا وأنت تملك العافية التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه دائما اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هذا أفضل ما يقال من دعاء في ليالي القدر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صخطك هذا الأمر كله يدلنا على أن الصحة هي الكنز العظيم الذي أنعمه الله عليك لأنه كما قلنا المال مقابل الصحة لا شيء كل شيء في الدنيا حينما تمرض تراه لا شيء لأنك ترى أن الصحة هي المقدمة ومن ثم أقول كم من إنسان مريض يتمنى أنه يكون صحيح ويصوم في رمضان كم من إنسان مريض يصلي وهو قاعد وجالس ونائم ومضطج يتمنى أن يكون صحيحا كي يصلي كالأصحاء وهكذا بالنسبة للفراغ كم من الناس يشتكي عدم البركة في الوقت لماذا؟ لأننا لم نحسن أن نغتنم هذه الأوقات في طاعة الله لو قارننا الإنسان كم يجلس على التلفاز وكم يجلس على الموبايل وكم يجلس على هذه الأجهزة الإلكترونية يقضي الساعات فيها دون أي استشعار ودون أي ملل أو كلل لكنه لو جاء إلى صلاة التراويح لو جاء إلى قيام الليل لو جاء إلى أي صلاة تراه يمل ويضجر والإمام أطال والإمام كذا وهذه الصلاة أطال بها الإمام ويتكلم على الإمام إذن إخواني نحن نعيش في نعم كثيرة ولكن لننتبه إلى نعمتي الصح والوقت ونستثمرهما في طاعة الله عز وجل فإنه لا تزول قدم عبد حتى يسأله عن أربع منها عن عمره فيما أفناه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من من يغتنم صحته ووقته في طاعة الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة